اصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جريا على عادته السنوية أمره السامي بصرف كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وكلف جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برأسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين وبهذه المناسبة توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بخالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الفطر المبارك دعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ البحرين وأهلها من كل شر ومكروه وأشاد سموه بمواصلة هذا الدعم والاهتمام الأبوي الكبير الذي يليه جلالته لأسر الملكية وحرص جلالته على مشاركتهم فرحة الأعياد وتوجيهات جلالته بالعمل على توفير كافة الخدمات والرعايات المتميزة للأسر بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة من جهته تقدم الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة عيد الفطر المبارك مشيرا إلى أن جلالة الملك المفدة يوجه دائما إلى الاهتمام بالمواطنين وتوفير مختلف الخدمات لهم في مختلف الظروف وبشكل خاص بأسر المؤسسة وتوفير كافة أشكال الرعاية للأرامل والأيتام مؤكدا أن هذه المكرمة السنوية هي ليست بالأمر الغريب على جلالته فهي تأتي من قلب أبوي يحرص على مشاركتهم فرحة الأعياد مما يضيف في نفسهم الأثر الطيب ترجمة نانسي قنقر